طيب عدل الانترنات عدل الانترنات بتعتمد على نقطتين انت بتعتمد على size ولا ميمو تمام كم frequency عندك الانترنات ما بتعرف تتفرق بالتكنولوجي الانترنات ما بتقولك ان شاء الله تعطيني 20 تكنولوجي انا ما بهمني انا بهمني التردد الباند size ولا ميمو تمام فانا فعليا عندي 900 لو قلت لها 900 5G بيقولك ما بهمنيش انا ما بهمني 5G 2G 3G 4G بس انا بهمني انه 900 فالبورت عندي البورت عندي one band تمام طيب size ولا ميمو كيف يعني size ولا ميمو single input single output او multi input multi output اوكي فانا عندي one cable size one cable الميمو two cables فانا اذا عندي one cable فانا في لازم يكون في عندي minimum one port في 900 صح وانا في عندي two cable في 900 2T2R LTE 2T2R ميمو فانا منم في الانترنات لازم يكون في عندي two ports لل900 طيب الـ 1800 بقولك فيه انترنات تدعم كل كل فريقونسي انا الانترنات بتيجي تقول افتح افتح شوف الانترنات بتيجي انترنات بقولك انا بدعم 900 two ports 1800 two ports او خلنا نقول من 18 ل 2600 6 بورتات يعني ركزوا في بعض المرات بقولك بدلا ما حيقولك كل فريقونسي انترنات بديقولك بدعم من 1400 لل 2600 4 بورتات وبدعم من 700 ل900 بورتات فانا في عندي six ports تمام فلو فرضنا ان هنا في عندي 900 و1800 و2100 مش بقدر اشبك الـ 1800 و2100 على البورتات اللي بتدعم من 1400 ل 2600 اه خلص اشبك لي هون 2800 و22100 و2900 او ممكن حتى 1 900 فانا الانترنات الواحدة قدرت تدعم لي one sector ركزوا معايا one sector 900 one sector 1800 one sector 200 تمام فانا الانترنا الواحدة عادة بأغلب يعني مش بأغلب على الأكيد ما هتلاقيها تدعم لك 2 sectors يعني ما هتلاقي انه انترنا تدعم لك 1800 2 sectors اوكي انت ممكن تشبك عليها 2 sectors بس انت هتخرب الدنيا ما بينفع الانترنا ينشفك عليها multiple sectors لانه اليوزر مش هيعرف على اي sector حيشبك على السكتور الاول والسكتور التاني وصيرت عندك الترفير مشاكل فعادة انتو لما هو 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 فزيكلي توصيل بتقدر توصل عادي تحط انت عندك اصلا بدعة من 1400 ل 2600 بتقدر توصل هون sector 1 1800 sector 2 1800 بس تكنيكلي ما بزبط لانه كنت هتخرب الدنيا انت شو استفدت من الكنيكشن تمام فانا كأنترنا دائما لما تشوف الأنترنا يقول هاي سكتور هاي سكتور تمام هتشوف برهيم سؤال ليش حجام الأنترنات تغير تغير حجام الأنترنات بسبب التردد في قاعدة مهمة جد 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 لازم تكون عارفها انه كل ما زاد التردد كل ما ظغر حجم الأنترنات ليش يا برهيم لان انا فعليا التردد القليل الطول الموج تبعه طويل طويل طول الموج فال 900 الطول الموج تبعه طويل فعشان انا احول الالكتريكا فحتاج خلينا نقول مسافة اكبر تمام فانا كل ما قلل الفريقونسي لانه انت عندك طول موج جدا جدا كبير فعشان ينتشر وعشان يتحول محتاج مسافة اكبر تمام اذا الفريقونسي عالي ما دانت طول موجه قليل فانا نتو انه الانتنة حجمها اصغر فعشان هيك انتنة ال 5G صغيرة تمام بتشتغل على 3.5 جيجا هيرتز بتشتغل على 27 جيجا هيرتز اصغر بينما الانتنة طبعا هتكلم في الويروس الانتنة تبعت الـ 2G 900 جدا كبير تصل 2 متر 3 متر تمام ممتعك انا حاليا قاعد تابع البث بالنسبة للسؤال الاول تبعت الـ different between الـ bandwidth والـ capacity و data rate والـ throughput ايش يا ابراهيم الفرق بين الـ bandwidth والـ capacity والـ data rate والـ throughput اول اشي الـ bandwidth اللي هو كم مساحة مسموح لك ترسل فيها بيانات اوكي يعني انا انا شعرت لش ما كل ما احفظ اوكي بفتح معي يعني انا كل ما زاد الـ bandwidth كل ما قدرت ارسل بيانات اكثر طيب زيادة البيانات الاكثر هاي شو بتسمحلي تسمحلي ازيد الـ capacity تمام فانا ممكن ازيد ارسل بيانات اكثر لنفس الـ user فالـ capacity لنفس الـ user و throughput لنفس الـ user والـ capacity لنفس الـ user زادت معايا يعني نفرض اول شيء نتكلم فيها ما بين الـ bandwidth والـ throughput تمام فانا لما يزيد الـ bandwidth معناته ان انا بدلا ما ارسلك مثلاً 01100 حرسلك 011000 فانا في سالف عندي مساحة اكثر ابعد فيها البيانات فانا لما يزيد المساحة الاكثر فانت كـ one user زادت الـ throughput عندك تمام طيب طيب ايش علاقة الـ bandwidth بالـ capacity تمام علاقة الـ bandwidth بالـ capacity طيب انا لما يزيد عندي الـ bandwidth بدل ما اني كنت اخدم شخص واحد على نفس الـ data rate يعني نفرض انه مثلاً هو الـ throughput تبعه 2 ميجابيت برساكت تمام وانا عندي capacity banded معين زدت الـ bandwidth شو حيصير في عندي انا حقدر اخدم another user 2 ميجابيت برساكت فانا بزيد الـ capacity عندي فانت لازم تحط الـ relation وتكون فهمها منيح انه relation ما بين الـ throughput والـ capacity relation عكسية يعني انا لما ازيد الـ bandwidth او خلنا نقول اثبت الـ bandwidth اذا انا بدي ازيد الـ throughput للـ one user لازم اقلل عدد الـ capacity لازم اقلل عدد الـ users طيب انا لو بدي ازيد الـ capacity لازم اقلل الـ throughput تمام هاي المعلومات الـ throughput لازم تكون فاهمها منيح لانه فعلياً هما بعملو لها يعني عملية الـ configuration بعض المرات بحدد وبقول لك والله مثلاً الـ maximum throughput per user 2 ميجابيت برساكت فانا فعلياً بقدر اخدم 10 user ف10 user في 2 ميجابيت برساكت اوكي انا في عندي 20 ميجابيت برساكت بقدر اخدم فيها 10 ميجابيت برساكت عالية بس الـ total المحصلة عدد الـ throughput لازم ما تزيد على الـ bandwidth اللي انت اخدته تمام؟ اتمنى اني جوابت سؤالك لانه هو بتكلم طبعاً data rate data rate هي الـ throughput data rate هي الـ throughput زيد data rate هي زيادة الـ throughput تمام انت عندك زياد data rate زيادة الـ throughput طبعاً طبعاً في طرق انه انا ازيد الـ throughput من غير ما اعمل يعني من غير ما اقارب على الـ bandwidth انت تستخدم موديليشن تستخدم موديليشن أعلى تستخدم 60 قوام وخلنا نقول 512 قوام فانت كل ما تزيد الموديليشن بتزيد الـ throughput لـ user تمام؟ طيب ممتاز نرجع بس في سؤال كان قابل له ممكن طوحان الفرق بين الـ electrical tilt والmechanical tilt والـ azimuth طيب الـ azimuth اللي هو الزاوية تعامدية على الارض فانا ما اقول لك زاوية صفر فانا هاي الزاوية نفرض انه زاوية الصفر هي الزاوية هاي تمام؟ زاوية 90 هاي زاوية 90 زاوية 180 زاوية 270 زاوية 360 ترجع للصفر هذا هو الـ azimuth تمام؟ طيب التلت اللي هي لو ثبتت الـ azimuth قلت مثلا انا والله بديها مثلا تسعين لو ثبتت الـ azimuth انا في عندي تلت تمام؟ تلت اللي هو زاوية زاوية الأنتنة على البرج فانا زاوية الأنتنة على البرج يا بتنزل يا بتطلع تمام؟ فانا في عندي هاي الزاوية صفر لو بديها 45 دخليها 45 لو بديها 90 تسعين وهكذا تمام؟ فانا عندي azimuth وفي عندي تلت طيب نوع التلت فيه إلكتريكال تلت وميكانيكال تلت إنه أنا أرسل مهندس على الموقع أرسل فني أطلع الفوق على البرج أقوله أعمل لي تلت بـ 15 درجة حيعمل لك أعمل لي تلت بـ 45 درجة حيعمل لك تلت 90 درجة حيعمل لك تلت 90 درجة طيب الإلكتريكال تلت الإلكتريكال تلت هو configuration أنا فعليا وأنا قاعد أنا في الريت مش هريت مشبوك على الأنتنة بيكون في بنات فأنا فعليا بحرك الترانزميتنج تلت بشكل بسيط تمام لما قوي لما أضغط بزاوي معينة أو أقوي بزاوي معينة طبعا هي فيها تفاصيل كثيرة بس أنا بديش أدخل فيها التفاصيل أنه حياخد معي وقت طويل فأنا فعليا بس بحرف شوية تلت كأني نزلت الأنتنة بشكل جدا بسيط هاي هي الإلكتريكال تلت تمام بتتبع عن طريق الconfiguration عن طريق الأوفيس الريت أو التلت أو الريت الريموت إلكتريكال تلت فيه نوعين فيه نوع إمبيدد هو أصلا أنتنة بتجيكي فيها رت تمام الأنتنة نفسها بتجيك مصنعينها الريت داخليا تمام وفيه رت خارجي مش بيكون خارجي حسب نوع الأنتنة إذن الأنتنة قديمة أو باسف أو مش 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 مستخدمين فيها أو خلنا نقول بلد تلت بلد رت بيستخدموا فيها رت خارجي تمام أتمنى أن الموضوع يكون أريد ما لا نكون جوابتك كان يجي على أسؤال يجي على أسؤال بعدitar Water예요. speaker securityца different between Producer and microwave frequency الależess between Radio and microwave frequency огоirrus frequency 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 cette frequency對不對 على ترددات عالية جدا والsqueativity على ترددات منخفضة وفي الخفيف جى في المليمترác höحة نستخدم ترددات Наفس اه ترددت الميكرويف أنا حستخدم 27G η حاليا الميكرويف قادرين استخدمها هستخدمها في 5G في المليميتر ويفز هي نفس الترددات نفسها بس المايكرو ويف يعني انت فعليا افتح اكتب 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 فريقونسي رينجز هيطلع لك من صفر الى التيراهيرتز فانا فعليا عندي هون الاصوات الترددات حسب نوع التردد والله مثلا اللو الكذا كذا بعدين ندخل في الوايارلس بعدين شوية شوية ندخل في المايكرو ويف بعدين شوية شوية ندخل في الاكس ري بعدين شوية شوية ندخل في الابتيكال تمام ندخل في اللايتز الاضواو طب الضو هو تردد طب ايش الفرق بين الضو الضو الأصفر مثلا والمايكرو ويف اثنين بس هذا تردده جدا عالي يعني الوايف لينك تبعه جدا صغير بالناميتر بينما بينما الوايارلس الوايف لينك تبعه كبير نفسها نفسها الاشارات اللي هون هي نفس الاشارات في الاكتب اليميش يعني هاي برضو من النقاط اللي أنا يعني بحاول أني ألعب فيها مع المهندسين ما جاءت كلامهم وقولوا إيش الفرق بين الضو والويرلس سيقنال نفسها بس الضو لأنه ترده جدا عالي بالتيراهيرتز فأنت تقدر تتشوفه تمام بينما صوتي ترده جدا قليل فأنت تقدر تسمعه بينما المايكروويب هو واقع في فئة أنت ما تقدر لا تسمعه ولا تشوفه تمام بس تردات عالية الويرلس هو واقع في فئة أنت لا تقدر تسمعه ولا تشوفه تردات مقسومة أقسام في ترددات يعني افتح جدا الترددات وشوف الفرق بينها لكن الفرق بين المايكروويب والويرلس نفس التردد نفسه حتى في الويرلس في 5G حمستخدم ترددات المايكروويب وبعدين لما نجي نستخدم من الميتروويب حيعملوا إشي اسمه للمايكروويب فحيقول لك خلص أنت كمايكروويب ممنوع تستخدم 27 جيجاهيرتز كل الترددات اللي شغالها 27 جيجاهيرتز تفصلي إياها من المايكروويب أنا حاجة أشبك مكانها 5G طيب ممتاز